بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجنت صلوبهم وإذا تليت عليهم آياته ثابتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجت ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع ذابر الكافرين ليحق الحق ويمطن الباطن ولو كرن المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملاعكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم لجزى الشيطان وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فدوقوه وأمن الكافرين غذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا نقيتم الذين كفروا زحفا إذا نقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ ذكره إلا متحرفا لقتال إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد داء بغضب من الله ومأواه جهنم وبأس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رما وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم لا لكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم بئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إن شر الدواب عند الله الصم البثم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم مرمون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلده وأنه إليه تحشرون واتقوا بذلة لا تصيبن الذين ظنموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وانقروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطبكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشفون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن ستقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويعفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب الأليل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كان أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فلوخوا العذاب لما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفكون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفكونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينسهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله بولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيد إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى واركوا أسفن منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بنا في الصنور وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا ولا تذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا بطرا ورئا الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما ترى في الفئة لنكص على عقبيه وقال إني بنيء منكم وقال إني بنيء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد الغاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء ذيلهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إن يتوفى الذين كبروا الملائكة الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بمنى من العبيد كدعب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا باب أنفسهم وأن الله سميع عليم كدعب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تتقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخاصن من قوم خيانة فاندذ إليهم فاندذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائلين ولا يحسب أن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا بالشيء في سبيل الله يوفى إليكم يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسرم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريد أن يخذعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على الغتال إن يكون منكم عشرون صادرون يغلبوا مئتين وإن يكون منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كبروا بأنهم قوم لا يفقرون الآن أخفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكون منكم مئة صادرة يغلبوا مئتين وإن يكون منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرع حتى يدخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لو لا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخلتم عذاب عظيم فكلوا مما غنيتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرع إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصرواكم في الدين فعليكم النصر فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحى لبعضهم أولى ببعضهم في كتاب الله إن الله بكل شيء عليهم